مبروك الميداليات تسلم يا رب شكرا إليك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم بالبداية منعرف نحنا بشغف كتير منك وبتشجيع من والدك وكان نرجع هيك لعام 1992 كان عمرك 12 سنة وقتبلشت بالجودو حكي لنا عن كيف أن تشجيع والدك قدر يخليك تصير مثل ما أنت هلأ يعني أنس الأفندي حكي لنا عن تجربتك كيف كانت مشاعر والدك وقت كل انتصار يتحقق وكيف كان يبكي بالصراحة هو كان الدافع الأول والفضل إليه الكبير الأول ببعض رب العالمين كان تشجيع إلي هو أكبر دافع كان يتابعني بتمريناتي كان ينزل ماء عفصاري يتابع بطولاتي يكون معي بتدريباتي ما ترك اليوم هو الله رحمه توفى وكان فخور فيني أبدا أن توفى وإن شاء الله بعد أن توفى أكيد كان هو الأول صبر بطبعي كان بصراحة بالبداية بدنتي رياضية إلى هلأ ففينا نقول أنه كان بكل إنسان بالدنيا بحياته بيكون في إله دافع حلو يكون والدك هو أهم دافع إليك وهو اللي تعتبي قضوة إليك بحياتك بشكل عام يعني أنا شاركت بعدد بطولات محلية ودولية يمكن الإنسان الشغف اللي عنده أو الهدف المعين اللي بديه بيخليه يتابر بيخليه تقدم له أكتر يعني بكل نجاح بكل شيء عم تحصله قديش عم يكون عندك لسه حافظ لتقديم المزيد والأكتر وهذا الشي برجع نابع إليك من حبة للشيء اللي أنت عم تعمليه صحيح يعني إذا أنت كنت عم تحبي اليوم العمل اللي عم تقومي فيه حاضلك كموزيعة أنا كمان كان رياضي فأنا اليوم واتبدي أعطي لقدام أكتر حيكون في عندي شغف أكتر يعني أعطي أكتر وأكتر بالنهاية حبنا للبلاد يعني هو بالنهاية الرياضة رفع اسم بلد أكتر فهذا الشغل في جواتك بكبر لأنه أنت تحبي هذا الشيء اللي عم تعمليه طبعا هذا الشيء لكل إنسان هو كاريزما بعمل معين إن كان فني أو كان رياضي وكل شيء تناسب بدنياً وعقلياً مع الإنسان فبصراحة أنا تلاقيت حالي بهذا المجال أني عم بتطور طورت من ذاتي أريد أن نجع من إليك كان الدافع الأكبر ووالدي بهذا الشيء اللي يصار إن شاء الله أكتر مثل ما نعرف نحن كتير في فوائد لرياضة الجودو وممكن هلأ نسلط الضوء عليها مثل مثلاً نعرف تقوية عضلات الجسم أكيد وتحسين المزاج وبعدين تعطينا قوة تفكير وقوة عضلية ونفسية وتهذيب لأخلاق والنفس شو ممكن تضيف عليهم؟ تماماً تماماً أهم عامة من عوامل الجودو هو الأخلاق نحن نحن عم نلعب لعبة ختالية لكن مانا عدوانية اللي أسس الجودو هو شخص اسمه جوكارو كارنو عام 1882 عام 1882 وطورها واستخلصها من الجوجتسو فادت لسوريا عن طريق الأستاذ عبد المولى الحجة عام 1852 بالتنين وستين صارت لعبة أولمبية بشكل رسمي هدفها اللعب النزيه فينا نقول ما بدنا نحن نقول نحن لعب الشرس لا نحن نقول قتال باستمتاع بالإضافة إلى تقوية جملة العضلية العصبية لدى الطفل اليوم الطفل أنا كتير بركز عليها وأنا دربت أطفال كتير بمسيرة رياضية من 2007 عبر الأشت كمان درب أطفال صغار أهم عامل هو تسقط الزات ثاني شغله القوة اللي بتبنيها بين العضل العصبية العضلية بجسم الإنسان نعم هي أساسي بداعم أكبر للشد جسم وصقله ويخليه متناسق لكن التركيز اليوم الشاب أنا بحب صراحة ركز كتير بالنسبة لموضوع الجودو أنه نبدي فيه من الطفل هو صغير بمعنى أنا ما بدي يجيب أنا كتير أنا شباب من جيلي أب صراحة أنه برعب جودو بس أنا إش تأخرت يفضل كان أنا بحس كل أهل كل حدا عنده ولد ما بحط أنه بس جودو يمكننا نقل لك كوتش عم نشوف هلأ كيف عم بتدرب الأطفال يمكن قديش منشوف بهيدا الرياضة عملية لتهذيب وضبط النفس عم نشوفك عم بتدرب الأطفال يعني كمان تجربة جميلة صعبة 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 كثير أنت اليوم أني تحكي مع الطفل بأي عمل أو شي بتستقبله وشو الصعوبة فيها الصعوبة أنه نحن مصطلحاتنا كل هذه شبه يابانية تمام إذا فهموا الطفل بشبه حركات يابانية وعلموا كيف يرمي وكيف يكون في نفس الوقت ما يكون عدواني فهذا شوي صعب بس أنا أحس باستمتاع بالنسبة لي نستقبل بصراحة من عمر ستة سنين يعني فين أول صف أول مثلا نعم بالشام نستقبل هذا العمر وبصراحة يعني أنا بحث كل حدا عنده طفل مو بس جيده يعني حط ابنك أو بنتك أو حدا تعرفه بشي رياضي شغله شغله بالرياضة شغله بشي صح يبني عائل صح ومني صح أنا هذا الشي أنا كتير بحس عليه بالأهالي لأنا بتابعهم مع أطفال وبلادهم وهيك شيء أنا بحب إنه يصراح يكون الشخص مهتم نعم التعليم والعلم أساسي بحياتنا اليوم لكن اليوم كان لنا رياضة أكيد إلى دافع أكبر دافع أكبر للعلم صح أكيد يستغل وقت فراغهم بأشياء صح يعملوا بحياتهم طبعا هي عملية تفريغ طاقة سماك؟ أكيد تفريغ طاقة بس بشكل صحيح صح وبشكل عام رياضة ومهزب صح كيف إقبال الأطفال والأهالي هلا على التسجيل عندك؟ أنا بحب أحكي شغله أنا دربت بنادي الفراسة بـ 2007 بدأت فيه بصراحة أنا كنت كعند مني شيء ست طلاب بس اليوم آخر دورة عمناها تقريبا أني أنا كصاري معدو ساعدت مني يا صرباب هذا الشيء يمكننا أن نقول تسفيق التسفيق الصح للجودو الضيف فنحن نسوي صح الناس لا ترى ما هذا الجودو الناس كلها ترى الأفلام تقول أنا أريد لعب كرتي فاندام لا أنا اليوم يعني اليوم ويقول له جودو بلاك صعبة شوزته ورميه لا أنا اليوم بدي ركز على موضوع جودو بدي سوء له صح لحتى أبني محيط بين المجتمع لأن رياضة جودو تكون هي رياضة أخلاقية بدنية وتركيزية صحيح فنحن بصراحة اليوم تطورنا كثير الأزمة عاكرت فينا شوي لكن الحمد لله الله كرمنا وكملنا وفجاهدنا بصراحة حتى خلصنا أكيد فعلى خير وسلامة الحمد لله الأمور أحسن منتخبنا الحمد لله عم يشارك وما زال عم يحضر هلأ قريبا إن شاء الله ببطوط آسيا بالفجيرة بإمارات وبعد منها ببطوط غرب آسيا بلبنان بشهر خمسة القادم إن شاء الله صحيح يعني جوائز كثيرة حصلتها ليا أناس يمكن وكانت شي جميلة طبعا وخاصة أنه كان تدافع والدك وراء هذا الشيء الله يخلي لك يا رب الله يرحمه الله يرحمه أميد خلينا نحكي ديمكن أنت استر تشتغل أكتر على هذا الشيء خاصة لترضي يعني تماما أنا بحسب وجوده تماما بياتش تماما هاي هي هي الفكرة خلينا نحكي عن الجوائز ونعدون أنا بطوط الجمهورية ومؤخرا آخر الشيء أخذنا بـ 2010 بضهبيت غرب آسيا وضهبيت العرب وشاركتي الأخيرة كمان بتطوط بوصفور وحضت فيها على مركز الخامس دعم أركزت أكتر على التدريب لأنه أنا أعتبر جوده رسالة إلي مثل ما أي إنسان له رسالة بحياته أنا أعتبر إنه جوده هي رسالتي فأنا اليوم عم طلع أجيال أو فين الأول أطفال أنا اليوم كنت عم درب من عشر سنين أنا كمان في عندي شباب بالعدادي أنا اليوم خلاص جامعات وأتشوفهم بالطريقة عم يسلمون علي فأنا أكون أستاذ ذكرت علامتنا حركة فلانية أستاذ ذكرت علامتنا حركة فلانية أستاذ ذكرت زادتنا وثالتنا أنا هذا الشيء بصراحة أنا هذا مقافأتي هاي رسالتك بالحياة أنا هاي مقافأتي أنا هالجملة الصغيرة اللي بسمعها منهم بأي محل بأي مكان بأي طريق أنا أريد أن أسمع هاي الجملة حلوة وهت أم أو أب يقول لي أنا بصراحة بتشكرك أبني لهلأ عندك بالنسبة إليه أنت بالنسبة إليه خدوة أو الكوتش تابعه فأنا هذا الشيء برضيني وأكيد يعني أنا بعمل شيء للمجتمع صح ولأيلي صح أكيد توصيل الرسالة بطريقة صحة وبالأخص لعمر الطفل قديش مهم نفسية الكوتش تكون كتير منيحة تقدر توصيل الرسالة بطريقة صحة أنه ما يغدوها أنه هاي الجودو هي عبارة عن قتل وضرب أنا هي ريشال بتعزب أكتر بتدريبي لأنه أنا بدي وصل الفكرة أنه إحنا مو بس نلعب جودو بشان نتقاتل لأ إحنا سنبني عضارات ومشان إذا صاح معنا موقف سمح الله سيء بالطريقة أو براء البيت أو لازي منه نكون ندافع عن نفسنا بطريقة صحة ما نأذي الغير أنا كتير بذكرر هالجملة لا تتقزح لها هاي الجودو بدون يقاتلوا بتقولوا لا مو هيك لا أبو سيطبي على أخطب البيت وأخوهم البيت لا هيك لا أنا هاي كتير بركز عليها وبحث عليها أنه لا أنه اليوم بدنا نتعلم جودو الصح بس بشان بصراحة نعمل بنية عضلية صح بالمقابل نكون واعيين نطجين بس بصراحة أنا كتير بركز على الموضوع هذا لا أكثر أكيد يعني أناس أدما حكينا عن الرياضات لكي الرياضة طعام لكي الرياضة نكهة خلينا نحكي هيك على أرض الواقع كيف مثلا بيتم التفاعل معك ككوتش بينات بعض بصيروا بيتحمسوا وبتنافسوا السبيان مع بعضون مين بيعمل حركات أكثر أكثر ومين دي بتنظري بحيطة الأحلى تماما أنه شوف شو عملت هيدا حتى بتحس أنه بابدن يعملوا شي ليرضوك تماما أنه أنت عم تعلّمون لك هم؟ نحنا عم نتعلّم وزيادة هذا بيرجرع لأنه أنا مأسس معهم من قبل حلو أني باني معهم علاقة خارج التمرين فصار في موضوع أخوة صار في موضوع أنه أنا رفقة رفقة الكوتش مو بس الكوتش بحصة هالساعتين زمن وأنا بمشي وخلاص بابا عرفوا بيعرفني لا أنا لن أصدقلون أصدقائي رفقاتي وخواتي الصغار حتى بصراحة إذا في أي مشكلة كانت خاصة أنا بتدخل فيها وبكون معهم فيها تماما تماما حتى أي أحدا من الأهالي بدي قللي أصدقائي أصدقائي أخنعه سايره شوفه أنا بصراحة بكون معه بهذا المجال فهو مثلا نفوت على الكورس نفوت على التمرين بصيروا وبدن يعطوا أحلى ما عندهم بدن يعطوا بصراحة أسمى ما عندهم بس مو أرضائي لأنه أنت اليوم أكدك دلسنا وشفنا أسادستنا وتتفوتي أستاذ المادة وتحبيه ما بتعطيه صح ما بترسل فكيف ما دل كوني تحبي أستاذك أكتر من تاتي أكتر ما عندي ممكن رضيان عني حتى إنه عن بادلني الصح أنا بادله أكتر أنا بادله الأحلى هي الفكرة صحيح حلبنا منك كلمة أخيرة ولمين بتوجهها والله هناك كثار أكتر أنا حكي على الصعيد الرياضي الأستاذ حسن الكردي بوجد له ضحية أنا هذا الأستاذ حسن الكردي هو اللي أنا بما كان عملي في 92 هو اللي استقبني هو دربني العراب طبعي الأستاذ وبطن الدول اللي أولمبي أستاذ إحيحي حسابة أه بشكلة الإستحاد الرياضي للجولد والأستاذين أيوبي القائم عن عمال حاليا مع الإدارة التنفيذية والإدارة الإدارية اللواء مفاجمع الله خينا يعني أفضلوا وتعابوا كثير عننا ومشكلة هيك سيادة الرئيس والله أخير إياكم بس مؤتر يمكن إذا بنعد أحياناً صحيح بدنا نتشك لك أناس ننهنيك على هذه الروح الرياضية شكرا لكم دائماً حب الشيء يعني بيخلي النجاح دائماً عنوان وهكي بتكون العنوان النجاح لأنه نحنا بنحب الشيء اللي عم نشتغله تماماً بدنا نتشكر وجودك معنا أهلا وسهل أخيكم إن شاء الله هيك بنكون لنا لقاءات تانية بمطولات موضة عالمية أكيد لا نرفع اسم سوريا بس شوي هيك نحنا وقفنا أو ارجعنا ورا شوي أو أقفنا بس نكمل نحنا نحن نكمل تعرفوا الظروف اللي نحن مرينة فيها أكيد كان ما عد في دعوات خارجية للمنتخبنا لأنه نحنا اعتبرونا أنه على جنب هلأ شوي فسنا إن شاء الله الأمور لقد دام أحسن نحن مستمرين ولمما منوقف على جنب نحن دائماً لأمام رغم كل شيء اللي صار فينا مانو أليس أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله